السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السعودية تعود إلى وجهة الأحداث من بوابة الوساطة مع جماعة طالبان وفضائياتها تروج لفضائع جماعة جند الله كيف تحولت جماعة طالبان من مجموعة إرهابية وفق التوصيف الرسمي الأفغاني والغربي إلى طرف يتم التفاوض معه والاعتراف به ما هو الدور السعودي في المستجد الأفغاني وهل تعود الرياض إلى الساحة الأفغانية أم أنها كانت ومزالت موجودة بأوجه وصيغ مستترة ما طبيعة العلاقة بين الرياض وطالبان وكيف أمكن للسعودية أن تلعب دور الوسيط لماذا تحرص الفضائيات السعودية على الترويج بشكل صارخ لفضاعات جماعة جند الله الإرهابية ضد رهائن إيرانيين في منطقة بلوجستان ولماذا وكيف تشرعن الرياض دور طالبان وتصوق لجماعة جند الله بينما تصف أعمال حركات المقاومة في لبنان وفلسطين بالمغامرات هل في الأمر إرهاصات مشروع جديد وهل الغاية على ضخامة خطورتها تبرن الوسيلة الرياض وطالبان مشروع بديل أم تقاطع مصالح موضوع هذه الحلقة ضيوف الكرام من العاصمة اللبنانية بيروت الأستاذ خالد الرواس أمين عام حركة الناصريين الديمقراطيين في لبنان ومن دمشق المحامي حسام الدين حبش أمين سر المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة ومن لندن الدكتور حمزة الحسن كاتب ومحلل سعودي أبدأ مع ضيفي من لندن الدكتور حمزة الحسن كاتب ومحلل سياسي دكتور الحسن أرحب بك معي في هذه الحلقة من برنامج مع الحدث بداية السؤال الذي يطرح أنه ما الذي يجري في الوقت الذي فشل فيه المشروع الأمريكي على جميع الأصعدة ما الذي يمكن أن نقرأه من الحديث عن مفاوضات مع حركة طالبان وبوساطة سعودية بسم الله الرحمن الرحيم أشكر لك أخي ولضيوفك يبدو لي أن الحكومة السعودية تبحث عن دور السعودية تلقت ضربات قاسية في محيطها الإقليمي خسرت الكثير من مواقع نفوذها في العراق في لبنان في السودان وحتى في الصومال حتى في دول الخليج السعودية تبحث عن دور والغرب وصل إلى طريق مسدود في أفغانستان فكان بحاجة إلى دولة تتوسط باعتبار أن العمل العسكري لن يكون ناجحا الدولة يجب أن تكون من طرف ما لها مكانة ولها نفوذ بقدر ما والأهم أن يكون لها قدرة على الدفع والعطاء والسعودية لديها الإمكانات المالية ولكن التساؤل الذي يثار دائما هو أن السعودية التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت بطالبان ثم انقلبت عليها لأنها ارتبطت بالقاعدة وبن لادن لماذا تعيد العلاقة الآن؟ هل هي لمصالحها الخاصة أم لمصالح الغرب الذي أراد لها أن تقوم بهذا الدور؟ يبدو لي أن السعودية التي غابت عن أفغانستان لمدة خمس سنوات أو أربع سنوات حتى الآن هذه الدولة الحقيقة فاجأتنا كثيرا هذا الغياب المستمر كأنها زهدت في أفغانستان فجأة تتحول السعودية إلى لعب دور الوسيط بطلب من كرزاي أو من غيره ولكن يبدو لي أن السعودي غير قادر على القيام بهذا الدور لأن طالبان حسب المعلومات المتوفرة لا تريد أن تضحي بالقاعدة حتى الآن أو بتحالفها مع القاعدة ولهذا السعودية مستعدة لدفع المال ولكن طالبان لا تزال بنظر السعودية أو السعودية بنظر طالبان عدو أو خصم ولهذا هناك من تحدث أن ليس السعودية الوسيط الأفضل وإنما دولة أخرى لها إمكانات مالية ولها شيء من الحيادية مثل قطر يعني طرح هذا الكلام في الإعلام السعودية يبدو لي أن السعودية غير قادرة في المدى المنظور على الأقل للقيام بهذا الدور ولا أظن أن الطالبان عندها المرونة الكافية لكي تقوم لكي تتنازل وتكرر التجربة التي حدثت في العراق فتنقلب على القاعدة دعني انتلاق من كلامك دكتور الحسن أن أصلت ضوء على العديد من النقاط بالطبع سنعود إليك ولكن أنتقل إلى بيروت إلى الأستاذ خالد الرواس أمين وعامي حركة الناصريين ديمقراطيين في لبنان أستاذ الرواس أرحب بك معي في هذه الحلقة انتلاق من كلام ضيفي من لندن الدكتور الحسن ما الذي يمكن أن نقوله في هذا الصياق ما الذي تغير حتى تحولت جماعة طالبان بالوصف الغربي وبعض الدول إلى أنها جماعة إرهابية إلى أنه يمكن التفاوض معها والجلوس معها على طاولة وهل فعلا كان الدور السعودي غائب عن أفغانستان عاد فجأة ما الذي يمكن أن نقوله إذا فعلا عاد هذا الدور فجأة هل هناك دلالات معينة لذلك أم بالأصل العلاقة مع طالبان ما بين طالبان والسعودية لم تنقطع طبعا ميزان القوى له تأثير كبير على هذا الموضوع حيث عندما بدرت المملكة العربية السعودية إلى وضع يدها في هذا الأمر لا ننسى بأنها استضافت الحوار بين كابول وجماعة طالبان منذ أيلول الماضي في الرياض وكان هناك نقاط بحث جدية في إمكان التوصل إلى حوار جدي بين الفريقين داخل أفغانستان لوقف عمليات المقاومة ولكن من ناحية أخرى لا بد من التوقف عند ميزان القوى الجديد التي تشهده أفغانستان اليوم في ظل ضربات المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي وعدم قدرة السلطة في كابول لوضع حد لهذه العمليات التي تقوم بها هذه الحركة باتجاه طرد الاحتلال من الأراضي الأفغانية هذا من جهة أخرى لا بد من التوقف أيضاً عند المغزى السياسي للمشروع السعودي في أفغانستان حيث أنه يمكن أن يكون هناك إعاز أمريكي للمحافظة على المصالح الأمريكية والاحتلال الأمريكي داخل أفغانستان نظراً للتقارير الجمة التي طلقتها الإدارة الأمريكية من الجنرالات الأمريكية في أفغانستان بأنه لا يمكن للحسم العسكري أن يتم في ظل التدعيات القائمة وفي ظل فساد الدولة والحكومة في أفغانستان وفي ظل تنامي قوة طالبان وضربات المقاومة باتجاه الجنود الأمريكيين طيب أنتقل إلى دماشق للمحامي حسام الدين حبش أمين سر المجلس العربي لدعم المحكمة العادلة أستاذ حبش أرحب بك معك في هذه الحلقة حتى كذلك أسمع رأيك فيما يتعلق بالمدخل إلى هذا الحوار ما هو المغزى السياسي الذي تحدث عنه ضيفي من لبنان ربما لعودة الدور السعودي إلى أفغانستان وبالأساس هناك نقطة جوهرية أحب أن أصلت عليها الضوء هل انقطعت العلاقة بين طالبان والسعودية أم ما زالت مستمرة لذلك لاحظنا أن هناك مبادرة سعودية أو محاولة جمع سعودية ما بين كابل وحركة طالبان أولا شكرا لهذا المنبر الإعلامي الحر المميز الذي عدى هذا الملف السياسي الهام علينا أن نعود إلى السبعينات عندما قدمت السعودية دعم مالي ولوجستي وعسكري وعقائده إلى ما سمي تنظيم القاعدة الذي تحالف مع طالبان من أجل محاربة الروس في أفغانستان على اعتبار ما سمي أن أفغانستان أرض مسلمة وأن الروس هم كفار يجب إخراجهم من تلك الأرض هذا الهدف لم يكن بريئا لأنه يهدف لتحقيق مصالح أمريكية في شمال هذه الكرة الأرضية وهو استنزاف الروس في شرق هذه الكرة الأرضية حين كانت أفغانستان تبعد آلاف الكيلومترات عن السعودية وتجاهلت السعودية أن تقدم مقاتلين عقائديين لمحاربة الإسرائيليين الذين هم متاخمون للحدود الشمالية الغربية للمملكة العربية السعودية ولا ندري ما هوية فلسطين وما هوية الأقصى أولى القبلتين ورمز القداسة عند المسلمين الذي جرى تجاهله واتجهت السعودية شرقا باتجاه تلك المنطقة نحن قطعا لا نؤيد أن يقوم الروس باحتلال أرض مسلمة هذا نرفضه قطعا ولكن هناك أولويات كان يجب أولا أن نهتم إلى فلسطين إلى القدس قبل أن نتجه إلى تلك الأمكنة البعيدة وعندما أنجزت المهمة وخرج الروس من أفغانستان ماذا فعلت السعودية؟ قالت أمريكا أن هؤلاء القاعدة وطالبان هم إرهابيون نجا بالقضاء عليهم فقالت السعودية نعم إنهم إرهابيين وبدأت بمحاربتهم وبدأت بمقاتلتهم وبدأت باعتقالهم وبدأت بمحاكمتهم واصطدمت معهم أي انقلبت القاعدة وطالبان على المملكة العربية السعودية التي هي كانت أساسا ما قدم لها ذلك الدعم الغير بريء نحن كما ذكرنا نقول أن هناك أولويات كانت في المنطقة كانت على السياسة السعودية والساسة السعوديون أن ينتبهوا إليها وأن تكون سياستهم حكيمة في جعل الأولويات العربية والإسلامية وتحقيق مصالحهم ومصالح تلك الأمة من خلال المقاومة العدو الإسرائيلي أستاذ حبش هناك من يقول الآن أن لا ضير في أن ترعى المملكة العربية السعودية وساطة بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية كون هذه الوساطة ربما تضح حد للعنف ولسقوط الأبرياء المدنيين الأفغان على الساحة الأفغانية كيف تعلق على ذلك؟ وهل يمكن قراءة هذه الوساطة من هذا الجانب الإنساني؟ من يأخذ دور الوسيط العادل والذي يجب أن تسمع كلمته يجب أن يكون أيضا أن لا يكون طرفا يعني هل الآن هناك عداء مستحكم أصبح بين القاعدة وطالبان من جهة وبين السعودية لا أعتقد أن تلك الجهات ستوافق على قبول السعودية كنزيه وسيط في تلك المساومات من أجل تحقيق السلام في أفغانستان لا أعتقد وعليهم أن يبحثوا عن بديل آخر ولكن اسمح لي سيدي نعم عندما هناك من الجانب الآخر ما يقابل في لبنان جنوب لبنان المقاومة الوطنية الإسلامية حزب الله وأمل ورفاقهم عندما قاموا بتنظيم أنفسهم جيدا عقائديا وعسكريا وواجهوا العدو الصهيوني قال عنهم السعوديون عندما أسروا جنديا من أجل تحرير الأسرة أنهم مغامرون أقول الآن من جنى سمار هذه المغامرة أليست السعودية الآن تقطف سمار الذي أنضجها حزب الله دعني انتلاق من هذه النقطة سيد حبش دعني انتلاق من هذه النقطة عود إلى بيروت قبل أن عود إلى لندن إذا أردت أن أسمع منك تعليق سيد رواس حول هذه النقطة ألا تشكل عودة المملكة العربية السعودية إلى واجهة الأحداث بعد انكفاء ملحوظ خصوصا بعد حرب تموز عام 2006 والمثل الذي ضربه ضيفي من سوريا محاولة ربما كما يقرأها البعض للقيام بالمشروع البديل إذا صح التعبير طبعا هناك عامل مسترق بين الوساطة السعودية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في أفغانستان وما تحاول السعودية أن تقوم به في لبنان وهي أنها تساعد فريق 14 شباط في وجهة نظره السياسية في لبنان وتتبنى هذه الوجهة النظر كما تتبنى وجهة نظر السلطة في أفغانستان وبالتالي الشيء المشترك بين الاثنين بأن المشروع الأمريكي حاضر سواء في لبنان أو أفغانستان لهذه الجهة هذا من ناحية أما من ناحية المضمون فطبعا للمملكة العربية السعودية دور لا يمكن لأحد التغاضي عنه في المنطقة هذا لا يشكك به أحد ولكن طبيعة هذا الدور تتوقف على طبيعة التحالفات التي تقيمها السعودية مع الأفريقاء في كل بلد من البلدين أو في البلاد الأخرى سواء في العراق أو أفغانستان أو في فلسطين أو في لبنان وبالتالي نحن نكون في هذا المنحة وفي هذا الاتجاه نستغرب هذا الموقف السعودي السعي إلى الحوار لوضع حد للمقاومات بحجة عدم دعم الإرهاب في حين أنها كانت في الماضي تمول هذه الحركة لقتال السوفيت في أفغانستان ذلك على خلفية حماية المصلحة الأمريكية وحماية مشروعها المتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا ما يمكن أن نراه في الدور السعودي من الزاوية السياسية على الأقل التي تظهر بما لا يقبل الشك بأن السعودية طرف في هذا الأمر ولو أنها ظاهريا تذهب باتجاه دعم أسس الحوار الجدي ولكن على قاعدات ربما حركة طاليبان بعض الامتيازات أو بعض الأماكن في الحكومة والمشاركة في الحكوم مقابل أن توقف هذه الحركة مقاومتها وتوقف عملياتها ضد الاحتلال الأمريكي دكتور الحسن من لندن ما الذي تقوله أنت في هذا السياق وهل عندما يتم الحديث عن المملكة العربية السعودية بالطبع حتى يكون هناك إنصاف هي قوى إقليمية موجودة ورقم في المنطقة ولا ضير في أن تقوم بوساطة معينة لحل مشكلة تعاني منها أو يعاني منها بلد إسلامي ما الذي تقوله أنت؟ يعني السياسة الخارجية السعودية عادة ما تكون يعني صعودها وهبوطها مرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية والغرب لهذا إذا رأينا في الوضع الحاضر أن الولايات المتحدة هبط رصيدها كثيرا وخسرت كثيرا نجد أن الدور السعودي أيضا هبط معها هناك ما يشبه التلازم لو كان الدور السعودي منفردا لا كنا يعني رحبنا به ولكن الدور السعودي دائما هو دور مكمل وهو دور يعني داعم ويستدعى في أوقات الحاجة بالنسبة للغرب بالنسبة لأفغانستان كما بالنسبة للعراق ولغيرها السعودية عندها مشكلة حقيقية مع إيران وترى أنها لم تقبض شيء في هذين البلدين فضلا عن لبنان على الأقل أفغانستان السعودية استثمرت فيه كثيرا هي أول من دعم طالبان والحقيقة ولد الطالبان بأموال السعودية ودعم الباكستان ثم كانت النتيجة احتلت أفغانستان والذي كسبه من وجهة نظر السعودية من هو إيران كقوة إقليمية الآن السعودية تعتقد أنه ربما حان لها الدور لأن تقوم بشيء ما لكي تستعيد دورها في أفغانستان حتى وإن أدى الأمر إلى التحالف مع طالبان أو إعادة طالبان ولكن السعودية لم تكن تتحرك حسب مصلحتها هذه يعني باستقلالية لهذا نحن نرى اليوم لأن الولايات المتحدة وقوات الناتو جميعا في مأزق أتيح للسعودية أن تقوم بهذا الدور وإلا لماذا لم تقوم قبل سنة مثلا أو قبل سنتين أو قبل ثلاث سنوات السعودية ليست مستقلة ولكنها ترحب بهذا الدور ليس لمصلحة أفغانستان بالضرورة يعني ولكن لأن السعودية تعتقد بأنها خسرت مواقع عديدة ويجب أن تعوض في مكان ما والآن أتيحت لها الفرصة أن تعوض أو هكذا تفكر يجب أن تعوض هذا الدور دعني أطرح سؤال هنا دكتور الحسن دعني أطرح سؤال يعني مش فقة على أفغانستان دكتور الحسن دعني أطرح سؤال ربما يعني العديد يعني يتحدث عن هذه النقطة أنه لماذا كلما تم الحديث عن جماعة سلفية أو جماعة إرهابية أو عمليات إرهابية دائما إذا عدنا قليلا ودققنا قليلا في هذه الجماعة نلاحظ أن هناك ارتباط مع جهات سعودية معينة حتى لا نقول أن ربما جهات رسمية في المملكة العربية السعودية ولكن هناك أجهزة استخبارات سعودية ترتبط مع هذه الجماعات إن كان في العراق أو في أفغانستان وحتى في لبنان وحتى الآن دخلت الفضائيات السعودية على الخط لماذا منجهة نظرك؟ السعودية العيدولوجية السعودية هي قائمة على الوهابية وشرعنتها نشر الوهابية أو السلفية يعني السلفية بمظلة أعم يعني نشر النفوذ السعودي لأن هناك رؤية عند الحكومة السعودية أن الموالين للرؤية السلفية هم بالضرورة موالين للنظام السياسي مع أن هذه النظرية كسرت في 2001 على الأقل من قبل القاعدة وغيرها فالسعودية مهتمة بترويج لأيدولوجيتها وهي ليست فقط في البلدان الإسلامية ترويج لها وإنما ترويج لها حتى في لندن في فرنسا في أمريكا هذا ليس جديدا ولا أظنه معيبا المعيب هو في الحقيقة هو أن هذا الفكر بالتحديد يخرج ويفرخ العنفيين والإرهابيين هذا بالتحديد والطائفيين أيضا هذا هو المعيب وإلا أنه دولة تنشر أيديولوجيتها ثم أنه نشر السلفية بالتحديد يعني كما هو واضح ورأيناه في العراق أن أهم أدوات السياسة الخارجية السعودية بعد أن تخسر الأرض هي تحرك السلفين فعلت هذا في طرابلس في لبنان وفعلته في نهر البارد والآن ربما لها دور أو أصابع في سوريا ولها دور في بلوشستان إيران مثل ما قدمتم أنت لم تقول ذلك ولكن هناك حديث كثيرة عن هذا الموضوع بالتحديد لماذا تروج لجند الإسلام ما أدري جند الله والصور والفتجز التي تأتي في العربية وفي غيرها وهناك كلام كثيرة أيضا عن محاولات تفكيك الدولة الإيرانية عبر الأحواز وفي دعم في هذا الاتجاه السعودية تريد أن تدخل لهذا التيار السلفي هو أداه من أدواتها حينما تخسر السعودية كثير من نفوذها تحرك هذه الأدوات للتخريب رأينا هذا في العراق حيث تحالفت السعودية مع القاعدة بل بالعكس شجعت السلفيين في داخل العنفيين في داخل السعودية للخروج والقتال في العراق باعتبارها بؤرة جهاد السعودية هذا هو رأيها التيار السلفي أو القوى السلفية في العالم الإسلامي تعتبرهم الأداء الغبية التي يمكن استخدامها في أي وقت دعني أسماء طالب من أستاذ حبش ماذا تدعم السعودية السلفية؟ سيد حبش ما الذي تقوله أنت في هذا السياق خصوصا فيما يتعلق بما يتم الحديث عنه وبعض التقارير أن كل هذه الجماعات إلى حد ما هي مرتبطة ببعض الأجهزة الاستخباراتية التابعة للمملكة العربية السعودية أنا أوافق الأستاذ ما ذكره من أن هذه المجموعات هي أدوات غبية فعلا غبية لماذا منذ بدء الصراع العربي الإسرائيلي لم يطلق مجاهد سعودي ينطلق من السعودية يتجه لقتال إسرائيل لماذا لم تطلق طلق واحدة من هؤلاء الذين درسوا وجرى توجيههم وتسقيفهم وبرمجتهم بأنهم يجب أن يقاتلوا نصرة للإسلام وإلى آخره وتضل البوصلتهم دائما البوصلة السعودية تتجه إلى أماكن هي غير المكان الصحيح كانت تتجه إلى أفغانستان هم الروس أعداء الأم العربية الإسلامية ثم تجهت إلى إيران شرقا ودعمت الحرب العراقية الظالمة ضد إيران الدولة التي رفعت شعار القضية الفلسطينية وتحرير الأقصى فجرت معاقبة إيران قبل أن ترفع إيران العلم الفلسطيني فوق السفارة الإسرائيلية كان هناك بعض الأخوة السعودين ومنذ فعاليات عالية يذهبون إلى إيران للتصيد الحجل على زمن الشاه مشكلتهم مع إيران عندما قامت إيران ورفعت شعار تحرير الأقصى هذا لم يعجبهم فأصبحت إيران عدوتهم ويجب قتالها ثم توجهوا إلى أماكن أخرى وقالوا أن حزب الله هو يهدد المنطقة في الوقت الذي حزب الله بصلابته وصموده وانتصاره جعل السعودية تقطف الآن أحد السمار السياسية التي أنضجت بسبب صمود حزب الله عندما طرحت المبادرة السعودية في مؤتمر قمة في بيروت على ما أذكر عام 2004 لم تأخذ بها إسرائيل لماذا إسرائيل الآن بعد بضعة سنوات وافقت الآن على هذه المبادرة واعتبرتها أساساً أليس هذا بفضل أن حزب الله كان بوصلته تتجه في المكان المناسب وأن سلاحه مصوب للمكان المناسب وأن سوريا التي كانت تؤازره إعلامياً وسياسياً وإيران الذي تدعمه كذلك بوصلتهم صحيحة وهدفهم هو تحرير الأراضي العربية ومنع هذا العدو الغاشم من هضم باقي الأراضي العربية والإسلامية لماذا لا يوجهوهم أو يسقفوهم على أن إسرائيل هي عدو الإسلام وتحتل مسجد الحرام ما الذي يمنع هناك أن يقولون الحرامين الشريفين سيد حبش حتى قبل أن توقف مع فاصل حتى أسمع تعليق التي تمنعهم من تحرير الأقصى سيد الرواس من بيروت قبل أن توقف مع فاصل سيد الرواس من الذي يتحكم من الجماعات التكفيرية السلافية ما الذي يمكن أن نقوله في هذا السياق طبعا لكل حالة سلافية تكفيرية مرجعية لا يمكن الجزم مباشرة بهويتها لا يمكن أن نقول بأن المملكة العربية السعودية وراءها أو أي قوى أخرى إقليمية لنضعها في الإطار الذي يمكن أن يعني تعطي هذه الهوية لهذه الحالة التكفيرية الهوية المناسبة التي تجعل من الأمر مسيئا يعني مسيئا للمشروع المقاوم الذي نتهجه سأعود إليك سيد الرواس لنكمل الحديث حول هذه النقطة تحديدا ولكن نتوقف أعزائي المشاهدين مع موجة زيلي هم الأباء مثلما نعود إليكم ابقوا معنا حياكم الله أعتصم نواب الكتلة الصدرية أمام مبنى البرلمان العراقي بدعوة من زعيم التيار سيد مقتدى الصدر وذلك رفضا للاتفاقية الأمنية التي تزمع واشنطن توقيعها مع بغداد وطلب النواب المعتصمون الحكومة العراقية بعدم توقيع الاتفاقية وقال النائب أحمد المسعودي أن الاعتصام سيستمر حتى رفض الاتفاقية نهائيا مضيفا أن ذلك لا يعني مقاطعة جلسات المجلس كما أوضح المسعودي أن الدعوة للاعتصام قد وجهت إلى جميع البرلمانيين للمشاركة فيه وقد رفع المحتجون لافتات مناهضة للاتفاقية ووصفوها بالمشعومة وقالوا أن القبول بها يعني نهاية العراق اتفق وزراء داخلية دول جوار العراق ومصر والبحرين في ختام اجتماعهم بعمان على اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع استخدام أراضيهم لمهاجمة العراق أو تمويل أي نشاط يهدد استقراره وكان وزير الداخلية الإيرانية علي كاردان أكد حرص بلاده على استقرار الأمن بالعراق فيما أوضح نظيره العراقي جواد البولاني أن الاجتماع يرمي لإنشاء منظمة أمنية أقليمية للتنسيق لمحاربة الإرهاب والمساعدة على استثباب الوضع في بلاده مضيفا أن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن غير مطروحة للنقاش في الاجتماع لأنها قضية وطنية عراقية وبغداد ترفض أي تدخل خارجي في مضمونه قتل مصوطن إسرائيلي وجرح ضابط شرطة جراء طعنهما بسكي من قبل فلسطيني في مصوطنة جيلو شرقي القدس المحتلة وأفدى مراسل العالم أن الشابا فلسطينيا نسو الشدة برصاص أحد عناصر شرطة الاحتلال ووضحت الشرطة أن الهجوم وقع عندما أوقف ضابطان رجلا فلسطينيا للتثبت من هويته وأفدى مراسل العالم أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اختحمت بلدة تقوع قرب مدينة بيت لحم بعد إعلان أن منفذ الهجوم من سكانها هذا وتبنت كتائب الأقصى مجموعة الشهيد أحمد البلبول مسؤولية العملية أكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خفير سولانا التزام الاتحاد بمواصلة العمل على اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية المجمدة وخلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق أكد سولانا ضرورة تبادل وجهات النظر واستمرار التشاور بين سوريا والاتحاد الأوروبي بشأن القضايا المحورية في المنطقة والعالم وعقب المحادثات قال سولانا إنه بحث الأوضاع في المنطقة والأزمة المالية العالمية وانعكاساتها إضافة إلى المفاوضات غير المباشرة بين سوريا والكيان الإسرائيلي وكان سولانا وصل دمشق مساء أمس ضمن جولته الشرق أوسطية أعلن رئيس الكيان الإسرائيلي شيمون بيريز قبول كيانه مبادرة التسوية العربية معتبرا أن السلام لم يكن ممكن في السابق مثل ما هو الآن وأن إضاعة مثل هذه الفرصة خطأ وعقب لقائه الرئيس المصري حسن مبارك في شرم الشيخ اعتبر بيريز أن على إسرائيل التوقف عن إجراء مفاوضات منفردة والاتفاق على تسوية أقليمية مع الدول العربية معتبرا أن التوصل إلى تسوية شاملة سيساعد على فتح مجالات عديدة بينها المجال الاقتصادي من جانبه اشترط مبارك تحقيق تسوية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية لإقامة علاقات طبيعية بين كيان الاحتلال والدول العربية يعقد وزراء منظمة أوبك اجتماعا طارئا غدا الجمعة في فيينا لبحث أثار الأزمة المالية على أسواق النفط وقال رئيس منظمة أوبك شاكيب خليل أن الأزمة المالية العالمية ستترك أثارا على أسواق النفط خلال السنتين القادمتين مهما كان الإجراء الذي ستتخذه المنظمة في اجتماعها من جانبه أكد وزير النفط الفانزولي رفائيل راميرز وجود اجتماعا داخل أوبك لخفض الانتاج بنحو مليون برميل يوميا بدوره اعتبر وزير النفط القطري عبدالله العطية أن أوبك لن تستطيع منفرد حل أزمة أسواق النفط إلى اللقاء أهلا بكم من جديد الرياض وطالبان مشروع بديل أمطقات ومصالح موضوع هذه الحلقة أعود وأذكر بأسماء ضيوفي من لندن الدكتور حمزة الحسن كاتبون ومحلل سعودي ومن دمشق المحامي حسام الدين حبش أمين سر المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة ومن بيروت الأستاذ خالد الرواس أمين وعامي حركة الناصريين الديمقراطيين في لبنان أرحب بكم من جديد معي في هذه الحلقة أبقى معك أستاذ الرواس فيما يتعلق بالنقاط التي كنا نتحدث عنها قبل التوقف مع فاصل خصوصا عن موضوع الجماعات السلفية والتكفيرية من الذي يتحكم بهذه الجماعات كانت قد أشار الدكتور الحسن أن هناك نوع من الارتباط الدائم والمباشر ما بين الأجهزة الاستخباراتية السعودية وما بين هذه الجماعات ما الذي تقوله أنت؟ طبعا يمكن أن نوافق دكتور الحسن على ما يقوله ولكن من جهة أخرى يجب الأخذ بالاعتبار بأنه لا يمكن الجزم بإعطاء هوية لأي حالة حتى لو كانت سلفية أو تكفيرية ما لم نعلم أو نعرف مشروعها السياسي حتى هذه الساعة لا أحد يعرف المشروع السياسي لهذه الجماعات ولكن جل ما نراه وما يمكن أن نستنتجه بأن هذه الجماعات إذا كانت فعلا حريصة على قتال إسرائيل وعلى تحرير بيت المقدس فالطريق تمر من جنوب لبنان باتجاه الحدود الشمالية للكيان الصهيوني وليس من لا ترابلس ولا نهر البارد في حين أن هذه الجماعات بدأت قتالها في شمال لبنان أي بعكس الاتجاه وهذا كاف للاستنتاج بأن هذه الجماعات لا تريد لا التحرير ولا تريد أن تقاتل إسرائيل ولا تريد أن توجه بنتقيتها بهذا الاتجاه هذا يجعل من الأمر مرفوض بالكامل حتى لو كانت ترتدي الصبغة الإسلامية أو الصبغة الجهادية كما يقولون وهي ليست كذلك أشرت إلى نقطة أن المشروع السياسي ربما غير معروف لهذه الجماعات ولكن القضية المشتركة بين كل هذه الجماعات هي استهداف المدنيين وقتل المدنيين وعمليات إعدام تقوم بها بعض الجماعات كما شاهدنا على بعض الفضائيات التابعة للمملكة العربية السعودية ما الذي يمكن أن نقوله في هذا السياق أستاذ حبش خصوصا إذا ردنا نتحدث عن الموضوع الإعلامي والفضائيات الإعلامية ما مدى تأثير ومدى سلبية أن يكون هناك منبر لهذه الجماعات وأن يفتح المجال لهذه الجماعات لتتحدث عن عملياتها عمليات قتل المدنيين وأن تظهر كذلك عمليات الإعدام التي قامت بها من يؤمن لهم هذه المنابر هو المشترك يشترك في جرائمهم الشريك في الجريمة هو من يقدم لهم كافة أدوات الجريمة من دعم مادي أو عسكري أو سياسي أو إعلامي فمن يقدم هذه الوسائل يصبح تضضح هويته ويظهر أنه يؤيد تلك الجماعات تحدد أهدافهم من خلال من يدعمهم ومن خلال ظهور الشريك وعلينا أن نستبطن وأن نبحث عن دوافعهم الحقيقية في إسارة الفتنة وقتل المدنيين وإسارة البلبلة يخطئ من يظن أنهم بهذه الوسائل الدموية الإرهابية يستطيعون أن يضعوا أماكن لنفوزهم وأن يسيطروا على البلدان وأن يجعلوا تلك الوسائل وسيلة أيضا وأسباب للمسببات لدخولهم بالجانب السياسي من خلال وجود نفوز لهم في مكان ما هذه طرق غير حضارية تجاوز عنها الزمن ويسيء بشكل أو بآخر إلى الشقيقة المملكة العربية السعودية التي نتمنى أن يقوم المعنيون والمسؤولون عن سياستها الخارجية بعادة النظر في سياستهم وفي ارتباطاتهم وفي تحالفهم والبحث عن دعم مصالح هذه المنطقة وشعوبها وعدم إهدار المال الأكبر كتلة نقضية عربية هنا وهناك بعيدا عن التنمية وعن الدفاع الاستراتيجي القومي للأمة العربية والإسلامية نتمنى أن يدقق الأخوة العاملون في الحقل السياسي الخارجي في مسار السياسي السعودية وأن يعودوا إلى صوابهم نتمنى أن نسمع خبرا أنهم كما سمعنا من زمان خبرا مسررا أتى من السعودية عندما قام رحمه الله الملك فيصل رحمه الله عندما أمر بقطع النفط عن أمريكا بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأمة العربية على سوريا ومصر دكتور الحسن إذا أردت أن أصلت الضوء على هذه النقطة موضوع الإعلام هنا ومرتبط هو كذلك فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها هذه الجماعات هل يمكننا أن نتحدث عن مهنية إعلامية عندما تؤمن بعض الفضائيات منبر لهذه الجماعات لتفتخر بالعمليات التي قامت بها بعمليات القاتل بعمليات الإعدام ومن ثم تقوم حتى هذه الفضائيات بنشر هذه الصور عمليات القتل وعمليات الإعدام بدم بارد كيف يمكننا أن نتحدث عن مهنية إعلامية هنا؟ مرة أخرى الموضوع السياسي وهو استخدام المادة الإعلامية في معركة سياسية وبالتحديد هي ضد إيران السعودية التي كانت مبتلاة بأعمال العنف كانت تنتقد بعض القنوات الفضائية لأنها جاءت ببعض الصور ونشرتها واعتبرت ذلك ترويجا للإرهاب ودعما له وخرجت عشرات المقالات الآن هي نفس تلك الفضائية التي كانت تنتقد فضائيات أخرى تقوم بنفس الدور وهذا غريب بالرغم من أن مسؤول الفضائية التي تحدثت عنها كتب مقالات فيما مضى بأن هذا النوع من العمل نتائجه عكسية يعني تكون ضد الذي يقوم به ولكن يبدو أحيانا الأحقاد أو الأسرار السياسي الأعمى يراد تثمير بعض العمليات يعني ممكن هو ما ينشر مثلا ما تفعله القاعدة في العراق من ذبح وقطع الرؤوس هو لا يستطيع أن ينشر مثلا رؤوس بول جونسون في الرياض الذي وجده في ثلاجة أحد العنفيين ولكن ليس لديه مانع أن ينشر شيء قريب من ذاك إذا كان الأمر متعلقا ببلد لا يحبه أو يكون له عداء مثل إيران أنا لا أرى شيئا غير هذا أنا أرى أن التأجيج الطائفي الذي دأبت عليه العربية كما دأبت عليه إلاف كما دأبت عليه ولا تزال الشرق الأوسط يعني هو حيلة العاجز وهو عمل العاجز وهو في الحقيقة يعني يؤذي السعوديين أكثر مما يؤذي غيرهم هذه ليست معركة شريفة لا هي معركة إعلامية تعجيج الطائفي ليست معركة تستفيد منها السعودية وهي عندها بلد متنوع مذهبيا وطائفيا وعندها تنوع مناطقي وبيتها من زجاج أعتقد أن هذه الأعمال هي في المحصلة النهائية دلالة على إفلاس سياسي ودلالة على مجاراة للعواطف الخاصة أكثر مما هي مراعاة للمصالح ولو كانت أي دولة مثل إيران أو سوريا أو أي دولة أخرى أرادت أن تكسر بيت الزجاج السعودي تستطيع أن تكسره بسهولة لهذا أنا لا أعتقد أن من لديه فضائية أن الآخر ليس لديه فضائية أو أن من لديه مجموعة عنف الآخر لا يستطيع أن يقوم بنفس الشيء بنشر بعض التفاصيل لأن هذه المواد الإعلامية متوفرة حتى على الإنترنت ولهذا أنا يعني بجانب من الأمر أكاد أكون مستغرب لأنه أن يصل الأمر إلى هذا الحد وإلى هذا التدني أنا كنت أعتقد أنه مهما بلغت الأمور في موضوع العنف الذي يعني عانت منه السعودية لا يمكن لها أن تؤيد نفس التوجهات ونفس الأفكار ونفس الجماعات تقريبا أو أختها أو نظائرها أن تؤيدها في إيران أو في الباكستان أو في العراق أو في لبنان ولا تؤيدها في السعودية ونحن نعلم أنها مثل الأواني المستطرقة أنا أعتقد شخصيا وعند قناعة تامة بأن ما قام به بن لادن هو مجرد حصاد لنشاط سعود استمر 30 سنة في تربية وتسمين التيار السلفي في بلدان عديدة فهو جاء حصده من المغرب إلى أندونيسيا وحوله إلى قوة في أكثر المناطق وإلى أدوات عنف هذا هو الذي عمله وإلا بن لادن لم يزرع الذي زرع هي المملكة 30 سنة قبل وأنا أظن أنهم إذا استمروا بهذه الصورة في الحقيقة بدون منهج وبدون رؤية استراتيجية على اعتقادهم أن إزعاج العدو أو المنافس في بيته والإضرار به وتحطيم سمعته أنا أعتقد أن هذه معركة خاسبة دعني أسمع تعليق من السيد الرواس حول هذه النقطة سيد الرواس هل تعتقد أنه فعلا لا يوجد أي استراتيجية أو منهج عندما يتم نشر مثل هذه الصور وهذه النقطة النقطة الثانية المعركة السياسية واستخدام الإعلام يعني بالطبع لا يمكن أن نفرق بين هاتين الحالتين إلى أي حد يدخل الإعلام ويساعد في تأجيج الفطنة الطائفية ونحن أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلى الوحدة ما بين المسلمين في ظل مواجهة المشروع الأمريكي المشروع الصهيوني بالطبع طبعا هذا الشعار جيد ولكن هناك معادلة تقول بأن دائما الإعلام هو في خدمة السياسة وليس العكس وبالتالي ما يمكن أن يروج من صور مسيئة على شاشات التلفزة الفضائية هو لخدمة المشروع السياسي الذي يمكن أن يعطي الإعاز بنشر هذه الصور سواء لجهة زرع الرعب أو زرع الفتنة أو أي وسيلة أخرى يمكن أن تسوق لهذا المشروع بالطريقة المسيئة التي يسوق لها هذا نحن على كل حال قد شهدنا مثل هذه النماذج في لبنان على مستوى الحرب التي دارت في لبنان وبعض الصور التي كانت تنشر على بعض الفضائيات بإعاز أمريكي إسرائيلي لإعطاء الإحاء ولإعطاء الأجواء العنفية لإخافة الفريق الآخر ولتبيان المشروع السياسي الحقيقي من ورائها أقول بأن المشروع السياسي لهذا الأمر لا يمكن أن يصل إلى مكان وأنا أوافق الحقيقة ما تفضل به زميلي منذ لحظة بأن هذا إفلاس سياسي هذا يعبر عن إفلاس صاحبه من الناحية السياسية لأن لو كان المشروعه ناجحا وتقدم باتجاه النجاح لما استخدم هذه الأساليب ولما كان بحاجة لهذه الأساليب على شاشات التلفزة والإعلام للإحاء للآخر بأنه لا يزال في موقع التصلب ولكن هناك سؤال يطرح كذلك بالمقابل سيد الرواس وانطلاقه من كلام ضيفي من لندن أنه فعلا يعني ترأنا العديد من المقالات لرئيس تحرير صحيفة عربية وهو مشرف كذلك على إحدى القنوات العربية التابعة للمملكة العربية السعودية ينتقد إحدى القنوات التي بثت صور فيها عمليات إعدام وعمليات قطف قتل وعمليات قطع رؤوس يعني عندما كذلك تقع هذه القنوات في نفس المستلقع الذي وقعت به قنوات أخرى ما الذي يمكن أن نقوله وما الذي تغير من وجهة نظرك؟ طبعا يمكن أن يكون لهذا المقال وجهان في الوجه الآخر يمكن أن يكون صاحبه مواليا لسعودية وبالتالي يعطي الطابع الديمقراطي للأمر ويمكن أن يكون صادقا فيما يقوله وهو ينتقد الأمر من زاوية الإشم أزاز هو نفس الشخص سيد الرواز هو نفس الشخص يعني الذي انتقد في مقاله في إحدى الصحف العربية نشر مثل هذه الصور هو نفسه المشرف على هذه القناة وأمر بنشر مثل هذه الصور وبالطبع يعني لا يمكن نشر أي صور على أي قناة إلى بوافقة الإدارة العامة بالطبع طبعا صحيح هذا الأمر صحيح ولكن من الأجداء القول بأن حتى لو كان هناك انتقادا لهذه الصور هذا الانتقاد جيد وبمكانه لأنه يسيء ليس فقط إلى المشروع السياسي الذي يتبنى ولكن يسيء إلى الإسلام بشكل عام وإلى القضية بمشملها والانتقاد عندما يأتي من نفس الشخص يكون أقول مرة أخرى وأكرر إما صادقا فيما يقوله أو يكون تكتيكا سياسيا لتغطية سياسية ما استخدام الإعلام للمصالح السياسية أستاذ حبش وفي ظل هذا الانسهار إذا صح التعبير ما بين الإعلام والسياسة هل فعلا عندما يتم نشر مثل هذه الصور عمليات قتل وعمليات ذبح يعني يكون هناك نوع من الإفلاس السياسي الذي تحدث عنه ضيفايا الكريمين أعتقد أؤيد أنه إفلاس سياسي ويخرج عن أداب المهن الإعلامية ومهامها السامية ولكن أنا كمحامي أرى أن نشر تلك الصور المرعبة والتي تحرد على القتل هي نوع من الجرائم التي يجب ملاحقتها جرائم يعني من ينشر تلك الصور يخرج عن القوانين الصحفية والإعلامية ويحرد على الإرهاب وعلى العنف ويجب مسائلته قضائيا بالمناسبة سيدي هذه المنطقة العربية بحاجة الآن الآن إلى المنطقة العربية والإسلامية والعالم بحاجة إلى تعريف مميز يفصل بين الإرهاب وبين المقاومة دعونا ذلك كثيرا وطالبنا طلبنا عندما رفضت المؤسسات الدولية القانونية عقد مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب والتمييز بينهم بين المقاومة نحن المجلس العربي دعم المحاكمة العادلة أطلقنا مبادرة لتعريف الإرهاب والمقاومة تعريفهم فقهيا وقانونيا يكون تعريف بالمنطقة العربية مثلا تعريف عربي ولا معنى مثلا من اشتراك إيران وكذا كالتعريف فقهي إسلامي ويجري التمييز ما بين الخيط الأبيض والخيط الأسود لا يوصم المقاوم الشريف بأنه إرهابي وكذلك الإرهابي يعرف نفسه أنه لا يحقق ليس مقاوما وليس بطلا ويجب مسائلته ويجب مجازاته ونجر المؤسسات الدولية القانونية للتعريف الإرهاب من خلال تحفظها على هكذا تعريف نستصديره في هذه المنطقة ونعقد مؤتمر من أجله وكذلك أنا بالنسبة أعود بالنسبة للأخوة في المملكة العربية السعودية السياسيين والأمنيين وما شابه هم بالماضي كانوا يقولون أن يرفضون عفوا مبدأ تصدير السورات يقولون إيران تريد أن تصدر سورتها حزب البعث العرب الاشتراكي يريد أن تصدر سورتها إلى المملكة العربية السعودية السعودية هي نفسها تتدخل في تلك الدول وترسل إرهابيين ويعبرون الأراضي السورية أصبع سوريا في مرحلة ما بلد عبور وجرت حسم تلك المسألة كان المصنع في السعودية الإرهابين في السعودية ويمرون إلى معبر سوريا بمرحلة ما وبعداد تم القاء القبض عليهم ومحاكمتهم يأتون إلى العراق لترفيز عمليات إرهابية من قتل لمزاهب أخرى ومع شراء هذا ونحن ندخل بمشروع الضائف نتحدث عن تلك الأسماء يجب أن تضبط هذه المسألة في المنطقة يجب تعريف الإرهاب يجب تعريف المقاومة الإعلام كمان يصدر من خلال تلك التعريف كذلك أن من يقدم وسائل أعلامية يرتكب جرما قانونيا دوليا تستحق مسائلته طيب نعم دكتور الحسن انتلاقا من هذه النقاط هل تعتقد أن مثل هذه المشاريع ربما ستنجح بعد فشل بالطبع المشروع الأمريكي في المنطقة كيف يمكننا أن نقرأ ربما الصورة خلال الفترة القادمة باختصار لو سبحت باختصار شديد السعودية ملتصقة بالمشروع الأمريكي سياسة الخارجية تنشط حينما يكون المشروع الأمريكي ناشط تنتصر حينما يكون المشروع الأمريكي منتصرا نحن نتوقع في المستقبل القادم هو الكثير من الانحدار للدور الأمريكي كما هو واضح المنطقة الوحيدة التي الآن بيد الأمريكان يعني المنطقة التي مركز عليها هي أفغانستان 75% هي بيد طالبان لا أظن أنه في المستقبل سيكون وضع الأمريكيين أو الناتو جميعا وضع جيد لهذا أنا لا أعتقد أيضا أن الطالبان الآن في حالة ضعف لكي تقبل أي مساومة أو تقبل بالانتقاص من حليفها القاعدة ولهذا أنا لا أظن أن السعودية ستحصل على دور إلا إذا كان مؤسسا على قناعاتها وعلى مصالحها ولا أظن أن السعودية التي تركت أفغانستان وشبعت منها ورأت أنه باعتها بالماء بعد احتلال أفغانستان أن السعودية لها رغبة في أن تبحث عن عمل متميز أنا أظن السعودية ستكون خاسرة أيضا باعتبار أن ربطها بالأمريكان سوف يؤدي إلى هبوط أكثر هذا وجهة نظري ليس فقط في أفغانستان في مجمع المناطق العالم العربي سوف يكون دورها هكذا دور منحدر مثل ما انحدر الدور الأمريكي أشكرك دكتور حمزة الحسن كاتب ومحلل سعودي من لندن شكرا لضيفي من دمشق المحامي حسام الدين حبش أمين وسر المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وبالطبع شكرا لضيفي من بيروت الأستاذ خالد الرواس أمين وعامي حركة النصريين الديمقراطيين في لبنان نلتقي في حلقة قادمة مع حدث جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة